مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز على شاشة القناة الأولى هنتابع مع حضراتكم كل الجديد والحاجات اللي تصدرت التراند على السوشيال ميديا خلال الأسبوع ويلا نبتزي زي ما عودناكم دايما متفكر ترانز of the week العلاك تحت الأنقاض ملجأ مارك للحماية من الحرب النووية أنجلينا جولي تواصل انتقاد إسرائيل الصورة اللي احنا شايفانها قدامنا دلوقتي دي كانت واحدة من أكتر الصور اللي تصدرت التراند عالميا خلال الأسبوع اللي فات والحقيقة إن الصورة دي عادة كبير قوي من الناس على السوشيال ميديا عادوا نشرها ومنهم أجانب كتير واللي أظهروا تعاطف كبير جدا مع المأساة الحقيقية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني الصورة صورها المصور الصحفي معتز عزيزة في قطاع غزة وزي ما احنا شايفين في الصورة اتنين من المصابين نايمين على سريرهم في الشارع ومتعلق لهم محليل وسط مكان شبه مدمر وطبعا نتيجة القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة واستهداف المستشفيات في قطاع غزة عايزة أقول لكم كمان أن معتز عزيزة كان نشر خلال أيام اللي فاتت أكتر من فيديو تصدره الترند بالرغم من صعوبة المشاهد اللي فيهم وخصوصا أن كل الفيديوهات بتوضح حجم الجسس والأشلاق اللي بيطلعوها الأهالي من تحت الأنقاض كتير مننا يعرف أن مارك زوكربيرج هو مالك الفيسبوك طبعا وأنه واحد من أثرياء العالم وحاليا ثروته بتقدر بحوالي 123.5 مليار دولار ودايما بنلاقيه متصدر الترند بسبب أخبار خاصة بالفيسبوك لكن الأسبوع ده ماركو اللي عنده 39 سنة وهو أمريكي الجنسية ويهودي الديانة تصدر الترند لسبب غريب جدا السبب ده هو أن مارك بيبني مغبأ سري تحت الأرض عشان يحميه هو وأسرته وطبعا ناس تانية من الحروب النووية والفيروسية الملجأ ده جزء من المزرعة الخاصة بيه واللي اسمها مزرعة كولا في منطقة تقريبا شبه معزولة من ولاية هواي وبالرغم من السرية الكبيرة اللي فرضها ماركو على المشروع بسبب اتفاقية سرية المعلومات الموقعة بين ماركو والشركة المسؤولة عن المشروع واللي بتمنع أي عامل في المكان أنه يتكلم عنه إلا أن مجلة وايرد الأمريكية قدرت أنها تكشف تفاصيل كتير عنه ومنها مثلا أنه هيكلف أكتر من 100 مليون دولار وأن المزرعة كلها مبنية على مساحة 1400 فدان ومكونة من 12 مبنى وأصرين متوصلين ببعض عن طريق نفق بيوصل الملجأ اللي مساحته 5000 قدم والنفق وباب الملجأ مقاومين للانفجارات النووية والملجأ مجهز بشكل كامل بكل أدوات الحياة والنجاة لفترات طويلة وطبعا فيه إمدادات من الكهرباء والطاقة والماء نجمة هوليوود أنجلينا جولي اتصدرت الترنت خلال اليومين اللي فاته بعد الحوار اللي عملته مع المخرجة السورية وعد الخطيب واللي نشرت منه جزء على صفحتها الخاصة بإنستجرام أنجلينا انتقدت حقوق الإنسان في العالم بشكل كبير جدا وقالت أنها كذبة بيرة وأنها حصة بإحباط كبير جدا من حالة التمييز والعنصرية اللي بيعاني منها العالم في مجال حقوق الإنسان وقالت أنها اكتشفت الحقيقة الصادمة دي بعد حوالي 20 سنة من شغلها في المجال الإنساني وأن الحقيقة القبيحة اللي بتحصل أنه العالم ممكن يهاجم دول بسبب الجرائم ودول تانية لأ كلام النجمة العالمية واللي كان دمنا فيلم تسجيلي المخرجة السورية وعد الخطيب اسمه نحن نجرؤ أن نحلم أثار غضب كبير جدا من الصحف العبرية والانتقدتها بشدة ولكنه طبعا لقى تأيي كبير من العرب والأجانب وأنجلينا كانت انتقدت بقوة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر ونشر الصور للدمار الكبير اللي حصل في قطاع غزة واللي وصفته بالإبادة الجامعية للشعب الفلسطيني وبكده نكون خلصنا فاكرت ترانز أوف دي وي ودلوقتي جمعتنا مع فاكرت سكوب خرجت منظمة الصحة العالمية من أيام وحذرت من انتشار متحور جديد لفيروس كورونا اسمه جي اعن وان وقالت أنه سريع الانتشار بدرجة كبيرة جدا وكمان مؤلقة كمان قالت وكالة رويترز أنه المتحور الجديد بينتشر بسرعة كبيرة جدا في الولايات المتحدة وده نقلا عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وقاله كمان أنه أكتر الناس المعرضة للإصابة بها هم الناس اللي منعيتهم ضعيفة وطبعا قبار السن وعشان نعرف أكتر عن المتحور الجديد حيكون معنا دلوقتي مداخلة من الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة وعضو هائل التدريس بكلية التب أهلا بحضرتك يا فنم متعرفت بيكم يا فنم أهلا بحضرتك في البداية عايزة عرف من حضرتك إيه يعني أكتر عن المتحور الجديد أولا جي إن واند هو مش هو لدي الأيام اللي فاتت دي ولكن هو إحنا بدأ الحديث عنه من أول شهر الحالي من قرابة الثلاث أسابيع مركز مكافحة الأوباء بلوليات المتحدة الأمريكية أقر إن إحنا عندنا زيادة بنسبة 30% عن العدوى المقررة عن نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي ولكن المتحور الجديد لما يثبت له خطورة إطلاقا كل حالات اللي سجلت عنه ما فيش حالات تطورت إلى الحالات الخطيرة أو المقلقة إطلاقا وكانت أغلب الحالات بتتشبه مع أعراض البرد العادية ولكن بدأت بشوية اختلافات غير المعتاد زي بداية الأعراض كانت عند بعض الحالات ألام العظام والعضلات ألام المفاصل في بعض الحالات الأخرى الصدع في بعض الحالات الثانية ولكن ما هو مشترك لدى الجميع أن كانت الحالات أقرب ما يكون إلى الحالات الطفيفة التي لا تم لخطورة إطلاقا يعني هو مستحيل يعمل أي نوع من أي حالات وفاة ما تسجلتش أي حالة لغاية النهاردة وأنا بتكلم مع حضرتك لغاية 25-12-23 بجي أن وان أن في حالة تطورت أو تضاهرت ومرت من مراحل السلفة كنا عرفينها اللي هي تطور الحالة إلى ناقص الأكسوجين ودخول الرعاية المركزة وغيره وخلف طيب هو يا دكتور إيه سبب انتشارها بسرعة كبيرة دي؟ قاليني أدفع مع حضرتك أننا في موصل انتشار الفيروسات التنفسية يعني من منتصف الخريف إلى نهاية الشتاء يعني من نص شهر نوفمبر لغاية نهاية شهر مارس نحن بنمر حالة من زيادة العدوى التنفسية مش بس بيكون كورونا ومتحوراتها اللي اعتدنا عليها على مدارة 3 سنوات السابقة ولكن الإنفلونزا والبراإنفلونزا الفيروسات الأنفية اللي تتعدى ل120 نوع التنفس المخلاوي وهو فيروس من الفيروسات اللي بيكون لها مقام واعتبر لدى الأطفال الصغار فهو احنا بنوصل نشاطهم ده ما فيوش فيهم أي حاجة غريبة أو حاجة غير معتادة على مدار حالتنا وشغلنا مع الفيروسات دي طيب دكتور هو فعلا بيأثر على الجهاز التنفسي؟ ما شفناش حالات تطورت إلى الإصابات بتاعة الجهاز التنفسي الشديد حضرتك يعني بيصاب البني آدم بالأعراض بتاعة احتقان الأنف احتقان الحلق معاها مصاحة وارتفاع في الحرارة مع ألم العضلات والمفاصل والعظام لكن انت تطور الحالة إلى الحالات الشديدة لم تسجل إطلاق الخاص طيب والجهاز الهضمي؟ شفنا بعض الحالات اللي عانت من أعراض الجهاز الهضمي ولكن كانت طفيفة جدا قد تكون معدومة كما طيب هل التطايمات بتاعة الكورونا بتجيب نتيجة معاها ولا؟ خليني اتفن مع حضرتك أن احنا النسخ الجديدة كلها اللي بتطلع من كورونا لغاية النهاردة واللي احنا هنشوف نسخ جديدة ومتحورات جديدة مع كل موسم خريف وشتاء وربيع يبقى التطايمات اللي كانت موجودة زمان من سنتين ثلاثة كان لها دورة وقتها وفي الوقت هو نفس الدور اللي كان موجودة قبل كده يبقى لأمر مبكرا الحديث عنه ومحتاج لك الدراسات طيب دكتور احنا يعني وإحنا عايزين مع بعض بقينا نلاقي أن في ناس بتقول أنا حاسس أن أنا عندي كورونا طبعا احنا بنبقاش عارفين اسم الفيروس ايه بالزبط بس من فترة طويلة جدا لما كنا بنروح نعمل التحاليل بتاعة الكورونا أو الPCR كنا بنلاقي أن احنا بيطلع علينا ناجتف مع أن احنا عيانين دلوقتي ابتدى يطلع علينا أن الكورونا في التحاليل بوزيتف فهل المتحور الجديد ده علشان هو من الحاجات اللي بتيجي مع الكورونا أو بشكل مختلف عشان كده الناس دلوقتي بقوا تاني لما بيقوا يعملوا الPCR بقوا بوزيتف وناجتف طيب خليني يا عاسم لحضرتك الإجابة إلى شقين الشق الأوليني هل وجود كورونا دلوقتي وانتشاره وإجابية الاختبارات دي حاجة تقلقنا الإجابة قطعا لا ما تقلاش إطلاقها وجوده وانتشاره بالشكل السريع دي دي حاجة تطمننا ليه حاجة تطمننا لأن هي حاجة بتلغي المتحورات اللي كانت أكثر خطرا عارفة حضرتك لما فصيلة تسود على فصيلة الفصيلة البسيطة اللي موجودة دلوقتي هي جي انوان دي حضرتك دي فصيلة بسيطة ضعيفة مش خطيرة وحيانا تسود الأرض وتبقى الفصيلة الأغلب هتبقى فصيلة بتعمل أعراض البرد العادية اللي ما فيش منها أي خطورة إطلاقها طيب قبل كده كنا بنعمل الاختبارات وكانت تطلع سلبية ودلوقتي بقت إيجابية ده برضو علامة مبشرة مش علامة تقلق أو علامة خطيرة لأن زيادة الحالات اللي هيبقى مصابة بالجي انوان ده معناها أنه هو سريع لانتشار ومعزز للمناعة نفس فكرة اللي قاعد حضرتك أكنك بتدي بني آدم فيروس ضعيف ولكن جهاز المناعة يستطيع التغلب عليه أكنك بتتعامل بني آدم بشكل أو بأخ فهي حاجة مهمة مش خطيرة وكمان نافعة لجهاز المناعة وطمنا أنه هو لما هيزود الأرض مش هيبقى عندنا فيها أي مشاكل من الأعراض الخطيرة أو اللي تقلقت لها طيب دكتور الفيروس ده زي الكورونا اللي احنا كنا متعاوزين عليها أنه أنت بتعزل نفسك أسابيع معينة أو أيام معينة ونفس الطريقة ونفس الأدوية وكل حاجة ولا ده مختلف لا 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 مش نفس الكلام اللي فات خالص خليني برضو أجاوب في شقيني الشق الأوليني الإجراءات الاحترازية اللي احنا تعلمناها هي إجراءات تطبق على أي عدوة تنفسية مش عايزين ناخد الأمر اللي كورونا فقط لغير يعني قابلتك دلوقتي حد دارك اللي عندنا في ماسفير ومثلاً وعنده أعراض البرد العادية بيكوح بيعت صحيحة من الكلام ده كله المفروض أنه يبقى بيرتدي الكمامة وتقافر بقى المسبب هل هو كورونا ولا إنفلوانزا ولا قراء إنفلوانزا ولا إيه بالزبط فالإجراءات الاحترازية تخص العدوة التنفسية أيما كانت هي مسببة طيب هل بقى روتوكولات العلاج والكلام العظيم اللي بيطلع على الإنترنت كل شوية ده الوصفات زي ما بيتقال عليها كده هل الوصفات دي حقيقة وصحيحة ولا بد من تناولها إطلاقا وأحذر تحذير الشديد بلاش الكلام ده لأنه لكل حالة كلام ولكل حاجة مقام ولكل حالة اعتبارات مرضية لتاريخ مرضي وأنباض مزمنة في بعض الحالات الأخرى فما فيش حاجة اسمها ده البروتوكول بتاع الجي إنوان اللي بقى له أربعة ايام متصدر كتير من مواقع التواصل الاختبار طيب حضرتك إيه النصائح اللي ممكن تديها للناس عشان تحمي نفسها من المتحاور الجديد وتقوي المناعة بتاعتها أرجو الالتزام بالشقين مهمين جدا الشق الأول التغذية السليمة اللي على رأسها ما فيش كلام الابتعاد عن الوجبات السريعة بلاش الأكل بره البيت ده أهم حاجة دلوقتي في الوقت الحالي أكثروا من الخضار رقم واحد واثنين وثلاثة خلط طبق الصلاة يبقى دستور مقابلس موجود في الأطعام بتاعكم على أساس يوني ابتعدوا عن الوجبات المقلية والحاجات المحمرة بلاش الكلام ده إطلاقا اهتموا بالابتعاد عن التلت سموم البيضاء السكر الكتير الدي ومهم جدا الملح للشق الآخر التزموا بالحاجة مهمة جدا هي ممارسة الرياضة لأن ممارسة الرياضة بتعز المناعة بترفع الهرمونات المعززة المساعدة لجهاز المناعة بتخلي جهاز المناعة أكثر قدرة وأكثر إدراكا لتكوين وترتيب وتجهيز جيشه قبل الدخول في أي عدوة وده بيخلينا نتطمن في حالات الدخول في أي إصابة دا يتنيا دكتور اللي حضرتك قلته مش بس هيحمي جهاز المناعة احنا عنخص كمان بالظبط كده دكتور محمود الأنصاري باشكر حضرتك جدا على المداخلة معي متش عرفت بيكم يفد وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما حدش يقدر ينكر أنه أحداث السبع أكتوبر والحرب على غزة خلت عدد كبير من الناس مهتم بأنه يعرف عن التاريخ سواء كان تاريخ الأضاية الفلسطينية أو التاريخ المصري سواء كان طبعا القديم أو الحديث النهاردة معنا ضيف بيحكي التاريخ بشكل مختلف وممتع جدا بيحكي تفاصيل خاصة بالتاريخ مش موجودة في الكتب وبيخلي كتير مننا يشوف التاريخ بشكل مختلف ومن زاوية ممكن تكون جديدة تماما على كتير مننا وهي زاوية الفن المصري القديم بكل تفاصيله واللي عايش معنا على جدران المعابد وكمان الأثار المختلفة وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن القصة كلها ومبادرة رسم مصر حيكون معنا دلوقتي أستاذ محمد حمدي مؤسس المبادرة وأستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان أهلا بحضرتك كيف عامل؟ أهلا بحضرتك عامل إيه؟ كله تمام الحمد لله أنا أول حاجة عايزة أقولها لك قبل ما ندخل في الأسئلة أن أنا شفت على السوشال ميديا كم الشباب اللي كان موجود معاك وقد إيه هما كانوا مستمتعين جدا بطريقة سردك للتاريخ وكانوا يعني إحنا كلنا دائما متعودين أن أول ما بيبقى في حاجات كده بنمسك موبايلنا بنبقى مشتتين هما كانوا مستمتعين جدا ومبسوصين جدا ومركزين معاك بطريقة مش طبيعية عملت ده إزاي؟ وبيمسكوا الموبايل علشان يصوروا الجول هو في الحقيقة أنا كنت بدأت الأول أكتب بعض الكتابات التاريخية كده وفي الفترة دي أن كنت معار بدرس في جامعة في الخليج فآخر سنة بقى عايز أرجع فقا هرجع أعمل إيه؟ إيه الدين اللي ممكن أوفيه للطلبة بتوعنا وللناس بتوعنا وللشباب بتوعنا فكده كده في كل التربية الفنية جامعة حلوان وأنا أستاذ تصوير كنا بننزل نرسم الأماكن الأثرية فابتدت أقرأ أكتر عن الأماكن الأثرية والتاريخ دوا ونتكلم عنها بس مش بنتكلم عن التاريخ اللي موجود في الكتب اللي كتبوا المؤرخين زي المقريزي وابن إياس والجبركي ابتدت أخد سطر اللي هو بيتكلم فيه عن الناس مش بيتكلم عن تاريخ السلاطين والأمراء والمباني بيتكلم عن الشعب وده مش كتير على فكرة في المدونات الكبيرة دي فابتدت أخد السطر دوا وأبحث عنه وكبر البحث فلاقيتهم الشباب تحديدا يعني شغوف أكتر أنه هو يعرف الحكايات دي الحكايات اللي بتلمس وموجودة في مثل شعبي في أغنية شعبية في اسم شارع إحنا مش عارفين تاريخه إيه فهي دي كانت البداية بدأنا في 15-20 دلوقتي الأعداد معنا مئات ما شاء الله الأعداد بتزيد بيجينا ناس من الدول العربية بيسمعوا عن المبادرة بيحضروا معنا الجوالات يعني غطت القاهرة كلها عدة مرات ونأمل إن شاء الله أن احنا نزور أماكن خارج القاهرة بإذن الله طب هي فكرة رسمة مصر جات لحضرتك من فين أصلا؟ ما أنا أقولت حضرتك أنا لما جيت عاوز أعمل حاجة للشباب فعاد تفكر يعني ما أعمل نعمل جمعية أهلية طب نعمل مكتبة النشاط إيه هو؟ فلقيت الشباب في الحقيقة شغوف جدا جدا زي محضرتك أشارتي في المقدمة بمعرفة تاريخ بلده لأن التاريخ مادة تعتبر تقيلة شوية على بعض الشباب إن هو يقول إيه السلطان الفلاني يفتح مش عارف إيه سنة كام وكلها تواريخ وكده لكن لما يتقال بطريقة محببة من خلال مبنى من خلال تفصيلة فنية من خلال ربط التاريخ بالفنون بالزي بالعادات والتقاليد اللي لسه موجودة معنا لحد الوقت في الاحتفالات بتاعتنا هو ده اللي بيثبت المعلومة وبيربط الشباب دول بالهوية بتاعتهم بيربطوا الشباب بالوطن يعني أنا نفسي أتحول مشروع رسم مصر دول إلى مشروع قومي يكون في كل مصر طب حضرتك تفتكر أن الشباب ممكن يكونوا ابتدوا يهتموا زيادة أو أكتر عن الطبيعي أو اللي احنا عمتا بنبعارفينه بعد أحداث غزة ولا هو الموضوع حصل بسبب المبادرة والفكرة احنا بقلنا خمسين شغالين يعني من قبل أحداث غزة غزة ارتباط الأحداث بتاعتها بمصر لأن في الحقيقة خريطة مصر على مر العصور كانت عبارة عن مصر وجنوبا وغربا والحجاز والشام لحد الأنادول أو يعني جنوب الأنادول كل المنطقة دي كانت خريطة مصر تكبر شوية تصغر شوية سلطان مصر كان هو سلطان الشام وكان بيعين يعني خان يونس اللي بتتضرب في قطاع غزة دلوقتي خان يونس دي العمل الخان دوا ده يونس الدوادار ده أمير مملوكي مصري والمدفن بتاعه موجود لحد الوقت قبة يونس الدوادار موجودة في الحطابة ونزلنا ورسمناها فالارتباط التاريخي المصري بالتاريخ فلسطين وبلاد الشام ده ارتباط وثيق يعني كان سلطان مصر يقال عليه سلطان البحرين اللي هو البحر المتوسط والبحر الأحمر سلطان البرين اللي هم بر مصر وبر الشام خادم الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين اللي هم مكة والمدينة دول الحرم الحجازي والحرم القدسي فكان ده سلطان اللي بيحكم مصر فلازم تكون ايده على هذه المناطق فالتاريخ مرتبط ارتباط شديد جدا جدا والأرض واحدة والقبائل والناس واحدة يعني هنلاقي مثلا في معرض الكتاب أكبر نسبة مبيعات هي الكتب التاريخية لأن الشباب تحديدا عنده طوق شديد لمعرفة تاريخ البلاد بتاعته ومين حكم وازاي ووصلنا لحد فين طيب لحد الوقت تقريبا عملته كم جولة جولات كتير اوه احنا بقول لحضر رجبا انا خمس سنين بننزل ساعات كل جمعة ساعات بننزل جمعة او جمعة لأ في اماكن زورناها اكتر من مرة طيب اين الاماكن انت روحتوها كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك في القاهرة مثلا يعني زورنا الحاجات المشهور مثلا القلعة المتاحف المتحف الاسلامي المتحف الابطي بس في حاجات بقى كده سرية وما يعرفواش الناس كتير يعني نروح مثلا نزور مقابر الروم الارزوزكس نروح نزور مقابر الكاتوليك نروح الطربة السلطانية اللي في السيدة عيشة نروح عرب اليسار عرب اليسار دلوقتي مش موجود اتشالت المنطقة دي كلها فاحنا رسمناها قبل ما تتشال فاحنا عندنا وثائق مرسومة وحديث وفيديوهات وافلام قصيرة بتوثق لهذه المنطقة ولعمارة هذه المنطقة ونشوف البوابات القديمة والمقارنصات والعمارة المتميزة في هذه المنطقة نروح شرع السيوفية نروح الحطابة نروح باب الوداع يعني اخر زيارة مثلا كنا في سوق السلاح ونكمل ان شاء الله الجمعة اللي جاية هنكمل شرع سوق السلاح بنحكي بقى الاماكن يعني مثلا نلاقي حارة اسمها حارة الروك اول ما يجي في ذهننا تيجي مثلا موسيقى الروك اندرول الروك دون بالفرسي معناها حبل والحبل دون كانوا يروكوا بيه الارض يعني يقيسوا بيه الارض الارض الزراعية لان الاقتصاد المصري ايام المماليك يعني طول عمره في الحقيقة قائم على الزراع وكان يعني تم روك الارض المصرية عدة مرات علشان يعرفوا الخراج يعرفوا المساحة قد ايه ومين معها قد ايه علشان يقدر يدفع فمن اسم حارة موجودة ممكن اللي ساكن جواها ما يعرفش معنى كلمة الروك دي ايه في عندنا بقى الروك الحسامي اللي هو عمله حسامي دي اللاجين في كذا روك يعني حصل ويتم تقدير الاراضي وايه الاراضي اللي خرجت من الروك والاراضي الجديدة اللي النيل طالها علشان نقدر نقدر الضرائب عليها يعني والله يا حضرتك وانت بتتكلم الواحد مكسوف انه ما يعرفش كل الحاجات دي يعني فعلا احنا المفروض بلدنا مليانة حاجات ومليانة تاريخ عظيم فان احنا نبقى في مبادرة زي دي دي حاجة مهمة جدا لان الناس مش بس الطلاب يعني احنا كمان كناس كبيرة كده والمفروض تبقى عارفة حياتك كثيرة جدا ما نعرفش على حاجات كثيرة حضرتك احنا بدأنا مثلا بالطلاب 15 طالب دلوقتي يمكن 90% من اللي معنا مش طلاب مش بيدرسوا فن هما محبين للتاريخ ومعنا ناس كبار في السن فوق الستين ومعنا ناس شباب ألطف حاجة بتحصل لنا في جوالات رسم مصر اللي ما بننزل نرسم في الشوارع ان اطفال المنطقة بينضموا الينا وياخدوا مننا ورق او قلم ويرسموا الاماكن اللي جنبهم اللي هما ما يعرفوهاش ويسمعوا التاريخ بتاعها فبيكونوا في غاية الاستمتاع يبقى ساكن جنب مثلا جامع ألوون وما يعرفش مين ألوون والسلطان ألوون والدولة المملكية حصل فيها ايه فده في حد ذاته مكسب كبير احنا بنعمله على أرض الواقع اللي بقى فاتوا الجولة بيقدر يشوف الفيديوهات اللي احنا بننزلها على سوشيال ميديا على صفحات رسم مصر على كل انستجرام وفيسبوك كل البلادفورم دي موجود عليها الفيديوهات اللي احنا بننزلها او بنعملها في الجولات والرسومات كمان اللي الشباب بيرسموها لان احنا بنوثق بالورقة والقلب وفي الحقيقة احنا وغدين موضوع الرسم وكده ده حجة لكن الهدف الأساسي نحن نربط الشباب بالتاريخ يعني فيه ناس بيجي محبين عايزين يعرفوا بس يسمع الجزء التاريخي بقىنا شكرا سلام عليكم ويسيبنا ويمشي واحنا نكمل بقية الجولة ونرسم الأماكن الأثرية والتاريخية اللي في مصر طيب حضرتك بتختار المكان اللي انت هتنزل فيه الجولة ازاي يعني بناءا علي أنا بنزل الأول جولة استكشافية يعني بتنزل الواحدة الأول قبل الجولة مع الشباب ساعات الشباب بيقترح ساعات من الإرايات كل شوية أقرى مثلا فأشوف معلومة معينة فأبحث فيها نروح قلعة الكبش حالي شعرف كتير قلعة الكبش وان فيها مثلا جامع القيد باي وان فيها ساقية لصلاح الدين وان فيها منظر بديع من فوق نقدر نشوفه وإيه الكبش دو فده مهم جدا أول جولة اللي بعملها الواحدي بشوف المصاري اللي احنا هنمشي فيه مثلا بمعنى مجموعة كبيرة وهل المكان مناسب ولا لأ في أماكن ضل عشان نرسم فيها ولا لأ في بقى نتكلم عن الموضوعات اللوجستية القهوة اللي هنقعد عليها الفطار بتاع الراجل بتاع الفول والطعمية اللي هنفطر عنده الراجل بتاع العصير القصف فأول نشوف بتذكر المكان الأول من أول لوجستيا يعني علشان ما نقعش في حاجة وقريب من المواصلات ولا لأ وقريب يعني لازم نواحد في ذهنه الحاجة دي وأمان ولا لأ احنا معنا أولاد ومعنا بنات ومعنا شباب طبعا فلازم قدر الإمكان بقدر أراعي الموضوع دوان أوكي المكان كويس وينفع بقوم نعلن عنها يوم الثلاث يوم الجمعة إن شاء الله ننزل وفي الحقيقة لقيت إن الناس سكان هذه المناطق في منتهى التعاون وبيحبونا وبيقولونا تعالوا تاني ويتعاونوا معنا وبعد مثلا المحلات تطلع للشباب كراسي علشان يعودوا يرسموا والله في ناس بيعملون لنا شاي ومرة واحدة في المقابر عملت لنا سندويتشات ست بسيطة خالص وجوه المقبأ هنا قاعدة في حوش كويس احنا عملين نلف وبتاع وهي عملت قلي بطاطس وتحط لنا طماطم وتدلنا سندويتشات من أطعم الأكل اللي كانتوا في حياتي في هذه الجولة طيب الناس ازاي تعرف على الجولة؟ يعني حضرتك بتقول بتنزل يوم الثلاث الإعلان بتاعها بينزل يوم الثلاث الإعلان بتاعها بينزل يوم الثلاث على الميديا بالضبط وبعدين بعد كده بتنزله يوم الجمعة بالضبط وبعدين بعد كده أي حد عايز يروح بيروح على المكان وبيبتزي يعمل الجولة معاكم بالضبط الجولة كلها طبعا مجانية كلنا متطوعين اللي بيعملوا سوشيال ميديا والشارح والرسم هو بس بيجيب مع الورقة والقلم لو كان حابب يرسم بأي خمات والأولاد بيعلموا بعض برضو ده بيجيب خامة معينة بنعلن على فيسبوك بنعلن على تويتر بنعلن على الوائكس دلوقتي بنعلن على كل يعني على وفيه أرقام تليفونات ممكن يتواصل مع الشباب اللي معنا يقولولو مكان التجمع بمكان التجمع الساعة 9 غالبا يعني في المكان الفلاني نتجمع ونتحرك مع بعض ونبتدي الجولة نبتدي شرح تيجي صلاة الجمعة نصلي الجمعة وبعد كده نكمل شرح بعد صلاة الجمعة وبعد كده نعود ونرسم هذه الأماكن ونصور بقى الكلام اللي احنا بنقوله وده بيتأسأس كده حتة الصغانطوطة وبتنزل على الميديا الناس ممكن يشوفوها على انستجرام وعلى تيك توك وعلى حاجات دي كلها طيب خلينا نروح نشوف دلوقتي مع بعض جولة من الجولات وكمان نشوف رسومات فضلك ونرجع تلك نتكلم عن ظاهرة مهمة جدا في الفنون الإسلامية اللي هي ظاهرة المشهر والمظهر والأبلق ايه هو بقى دوان الأبلق اللي هو الأبيض والأسود هتلوه في العمارة هتلوه في الخطوط وكده يبقى الأبيض والأسود ده اسمه الأبلق والأبيض مع الأحمر بيسمى المظهر أو المشهر ده نوع من أنواع الكتابات يسمى الكوفي المربع عندنا أنواع كتير جدا من الكوفي الكوفي المورق كويس الكوفي المظاهر الكوفي المغربي فيه أنواع كتير جدا من الكوفي طيب ايه أكتر مكان حضرتك لزورته وحسيت أن الطلاب كانوا يعني مجدودين لي جدا هو في الحقيقة الأماكن اللي ما رحوهاش خالص يعني فيه مكان ده كان أغلبهم ما رحوهوش لما رحنا القرافة ورحنا زورنا بعض الأضرحة وطلعنا فوق جبل المؤطم وشفنا مشهد أو جامع الشهين الخلواتي الجامع ده هو الجامع الوحيد في العالم اللي بيتم الدخول إليه من الأرضية بتاعت الجامع لأنه فوق الجبل يعني ايه من الأرضية بتاعت الجامع احنا ماشيين على قتسترات كده من السيدة عيشة مثلا لحد المعادي هتلاقي حضرك على شمالك في جامع ملزقه في الجبل هو ده جامع الشهين الخلواتي الجامع ده عشان نطلع له بنطلع له فوق الجبل وملوس الشباب فاحنا فيه فتحة من الأرضية بتاعته يعني الأرضية مخرومة ونطلع عشان نزور الجامع ده ففيه كمية من الروحانية والشفافية وانت قاعدة فوق كده في الجبل المؤطم وشايف المقابر تحت والمقابر بقى بتاعت مين عندنا عمر بن الفارد عندنا الأميرة جميلة جميلة بنت الخديوي اسماعيل عندنا جميلة فضيلة عندنا عبد الله بن أبي جمرة عندنا ابن عطاء الله السكندري عندنا العز بن عبد السلام فعندنا كبار الأولياء وإحنا شايفين المقابر دي وفوق المأذنة اللي كانوا المتصوفة بينعزلوا فيها ويطلعوا يتعبدوا اسمواد المستضعفين وكان المكان ده وان كمان متصوفة من قبل الإسلام يعني كان الرهبان المسيحيين ينقروا خلوات ليهم في الجبل ويتعبدوا فيها فالمكان ده كان فيه كمية طاقة روحية الجميلة جدا 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 ونطوق إن احنا نروح نزوره تاني والشباب حبوه جدا ورسمنا منه لوحات جميلة جدا ده يعني أنا هاخد من حضرتك العنوان لأن تشرفونا ونطلع جولة تاني إن شاء الله طيب مجا هالك تحكي لنا أكتر عن سوق السلاح إحنا الجولة اللي فاتت هل بقلت إن فيه جولة فاتت ولسه فيه هنكمل بقية شارع سوق السلاح جولة تاني لأن شارع سوق السلاح ده طويل جدا إحنا بدأنا الإسبوع اللي فات ما كملناهوش هنكمله بقى الإسبوع اللي هي الجمعة اللي جاي فإحنا بنبدأ مثلا من أول شارع سوق السلاح فبلاقي بوابة القصر بتاع منجك السلحتار الأمير منجق السلاح دار دوا السلاح دار دا مش اسمه السلاح دار دي شغلانة اللي هو كان زي وزير الدفاع أو المسؤول عن الأسلحة وهكذا ومتعلق أو منحوط محفور على الحجر الرنك بتاعه الشعار بتاعه اللي هو سلاح الرنك نتكلم بقى عن الرنك الرنك هو الشعار بتاع الأمير أو السلطان فيه رنوك كتابية اللي هي بيكتب عليها مثلا عز لمولانا السلطان الملك الأشرف قايد باي عز نصر وفيه ملوك وفيه رنوك كلمة رنك هي معناها لون بالفرسي شارة أو علامة وفيه رنوك تانية بتبقى رسومية مش كتابية يعني عليها رمز زي السلح دار زي الدوا دار الدوا دار هو حامل الدوا الدوا اللي هي الدوا بتاع الحبر فده كان بمثابة كاتب الرسائل السلطانية أو وزير الخارجية فيه الجمى دار الجمى دار زي لبيس الملك أو لبيس السلطان المسؤول عن الهدوم وكان الرمز بتاعه البؤجة البؤجة ما كانش فيه دوليب فكان فيه بؤجة يتحط فيها الهدوم الجوكندار الجوكندار اللي هو حامل عصاية زي الجوكي اللي هو بيلعبوا بيها كانوا بيلعبوا لعبة زي البولو يلعبوا كله يركبوا على الحصان ومعهم العصيان بتاعتهم وهكذا فيه أمير أخور كل أمير ليه ردبة وليه رنج بعد أما بنمشي من البوابة بتاعت مامجة السلطاني الأحضار بنعدي نشوف جامع الجاي اليوسفي الجامع ده برضو فيه ظاهرة عجيبة جدا إن القبة بتاعته وعليها خطوط الخط تنازل ميل كده ميل مش عدل هنروح مثلا ونبدأ نماشين نلاقي سبيل حسل أغا كوكليان وبعد يه بيت يكن ونخش بيت يكن ونشوف الأسبلة اللي موجودة في الطريق ده احنا بقى هنكمل المرة الجاية إن شاء الله هنروح جامع أحمد المهمندار هنروح الطنبغة المرداني وهنروح جامع أبو حريبة هو مشهور بين الناس إنه جامع أبو حريبة بس هو أصلا اسمه جامع جامع أبو حريبة اللي هو قجماس الإسحاقي بس هو اشتهر بأبو حريبة الأمير اللي بناه قجماس الإسحاقي بس الشيخ اللي قاعد فيه بعد كده هو الشيخ أبو حريبة الجامع ده اللي موجودة على 50 جنيه يعني فيه ناس معاه 50 جنيه في جبهة ومش عارفة الجامع ده موجود فيه فاحنا هنروح ونشوفه ونشوف القيم المعمرية الموجودة فيه ونشوف الصباط الصباط دي كان يعملوا زي قنطارة كده علشان يحترم الطريق والناس تعدي زي لو في وقت هنكمل لحد باب زويلة ونحكي القصة بتاعة باب زويلة طيب أستاذ محمد هو إيه أكتر العصور اللي كانت معروفة في مصر بالفنون والهندسة خلينا مثلا أنا عشان يمكن شوية بنتكلم عن بعد دخول الإسلام مصر يعني طبعا العمارة المصرية القديمة عظيمة جدا بس نحن في القاهرة العناصر المعمرية المصرية القديمة مش كتير يعني لازم نروح للبدرشين أو نروح للجيزة أو كده لو نتكلم عن القاهرة فهي قاهرة إسلامية القاهرة المماليك عاشوا فيها فترة أطول فالعمارة اللي عندنا أغلبها مملوكي وسلطان عظيم مثلا زي ناصر محمد بن ألوون واللي قاعد فترة طويلة فكل الأمراء بتوعه أنشأوا فإحنا لو شفنا كده جامع مملوكي ومش عارفين مين اللي أنشأه لو كتبنا من أمراء الناصر محمد بن ألوون غالبا هيطلع صح ولو كتبنا رممه في زمن عبد الرحمن كدخده غالبا هيطلع صح ولو الجامع الكسر وتم ترميمه أكتر هنقول اترمم في عهد عباس حلمي الثاني لجنة حفظ الأسرار العربية غالبا هيطلع صح لأنهم دول أكتر ثلاثة اشتغل فالحقبة المملوكية أعظم درجة من العمارة ووصلت بقى للذروة جينا بعد كده في العصر العثماني الدنيا قلت شوية والسمات الفنية قلت شوية لكن القاهرة المزاج بتاعها مزاج فاطمي يعني الاحتفالات والموالد وأعياد ورمضان والعيد وكل احنا المزاج بتاعنا مزاج فاطمي العمارة بتاعتنا عمارة مملوكية طيب عايزة عرف من حضرتك ايه هي الخطوط اللي جاية ايه اللي هيحصل احنا والله يعني الأمور عمالها تكبر أكتر ما كنا نتوقع احنا نتمنى بقى بالنسبة لمبادرة رسم مصر وانا في الحقيقة بحب اسميها مشروع رسم مصر احنا ضمننا ناس كتير جدا ممكن تتحول لبرنامج ممكن تتحول المادة الفيلمية اللي احنا بنعملها دي تتعمم أكتر اللي يهمنا أكتر ان الخدمة بتاعتنا توصل لشباب مصر كلهم ازاي؟ عندنا طريقتين نفسي ان مجموعات رسم مصر يتكون موجودة في المحافظات يعني المجموعة بتاعتنا يتولد منها مجموعات في السكندرية وفي العريش وفي أصوام وفي الوادي الجديد يعملوا اللي احنا بنعملوا في المحافظات بتاعتهم انا نفسي بقى كمان برضو ان الرسم مصر اللي موجودة في القاهرة تروح المحافظات وتزور يعني كتير من الهيئات والمؤسسات عندها اوتوبيسات بتودي الموظفين بتوعها الاوتوبيسات دي بتوقف هي مجمعة ما بتشتغلش احنا عايزين هي مجمعة يسلفونا اوتوبيس من دول نطلع نزور المحافظات ونحكي تاريخها والمبادرة مجانية واحنا مش بنتقضى اي اجر والشباب احنا بيجي لنا ناس احنا اهوف القاهرة بيجي لنا ناس من المحافظات بيجي لنا من ناس من اسكندرية الجمعة الجاية فيه مجموعة تصلوا بيا من اسكندرية او احنا عايزين يجي نرسم معكم فان هو يتكلف تكلفة المواصلات وان هو يصحى من الفجر وان هو ييجي القاهرة وعناء اليوم دوا محبه في التاريخ ومحبه في الفن ومحبه في هذا الوطن فده شيء يشكر فاحنا عايزين بس نيسر على هؤلاء المحبين للوطن ولتاريخ الوطن ان احنا نروح لهم ونقرب منهم وفي الحقيقة المشروع ده انا بقى اكرر انه مشروع قومي ليه لان في الحقيقة اللي هينشغل الشاب الشباب عندهم وقت كبير جدا وعندهم طاقة كبيرة جدا لما هينشغل بتاريخ بلده ولا هيفكر بقى في ارهاب ولا مخدرات ولا اي اعمال منافية اخرى اتمنى ان ده ان شاء الله يحصل من خلالنا باذن الله ان شاء الله وبشكر حضرتك جدا استاذ محمد حمزي على وجودك معي النهاردة شكرا لكم شكرا وكون خلص بحلقاتنا النهاردة نشوفكم ان شاء الله في نفس المعياد الاسبوع اللي جاي باي باي